بحضور اسم الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل واسم الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة واسم الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وانجال المخفور له بإذن الله تعالى اسم الشيخ راشد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الافتتاحي للموسم الجديد 2016-2017 والذي يقيم على كوسي المخفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة وذلك على مضمار سباق نادي الفروسية بمنطقة الرفة بالسخيرة وتم تتويج الفائزين بكوسي سمو المخفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى إلى الفائزين حيث وقام سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة بتسليم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز آلان سميث كما قدم سموه كأس الشوط الثاني للمضمر آلان سميث وكأس الشوط الثالث للجياد العربية إلى المضمر ذاته ثم قدم سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى الخليفة كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى ثم قدم سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى فيما قدم سمو الشيخ تركي بن راشد كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى الخليفة